اشتركوا في القناة نوفالوهانسك وافديفكا وترويتسك إلى جانب مخلفات المناجم التي قد تلوث منابع مياه الشرب ليس فقط في الأراضي الخارجة عن سيطرة الدولة مؤقتا ولكن في جميع أنحاء أوكرانيا ووفقا ليريزنيكوف فإن الجانب الأوكراني في مجبوعة الاتصال الثلاثية كان يطرح قضية التلوث البيئي باستمرار في الاجتماعات حيث تطالب كيف بالسماح لخبراء من البكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت الخطيرة في الدنباس إلا أن هذه المطالب تواجه بالرفض من إدارة الاحتلال في غضون بضعة أشهر ستشهر أراضي دنباس المحتلة والمناطق الجنوبية من إقليم راستوف كارثة بيئية لا يستبعد الخبراء وجود تهديد بالتلوث الإشعاعي في حوض بحر أزوف على الأقل والعواقب لن تطال شمال شبه الجزيرة القرم في أوكرانيا فقط بل ستمتد لتشمل منطقة البحر الأسود بأكملها قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور ليشكو أن أوكرانيا ستتلقى قرابة تسعة ملايين جرعة من اللقاحات حتى نهاية الصيف ومن المنتظر أن تصل معظمها الشهر الجاري وأوضح أن الوزارة ستستلم مليوني جرعة من لقاح مديرنا ومليوني جرعة أخرى من شركة فايزر ضمن برنامج كوباكس الدولي إضافة إلى ذلك رجحت مصادر في وزارة الصحة استلام أكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح كارونافاك خلال يوليو الجاري لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة التي وعدت بتزويدنا بمليوني جرعة من اللقاح حاولوا الاستفسار مني بوصف وزيرا عن كوني مستعدا لقبول هذا اللقاح بناء على نتائج المفاوضات بين وزير الصحة والرئيس فولودمير زيلنسكي خلال اجتماعه مع جو بايدن هم يمنحون هذه اللقاحات من خلال برنامج كوباكس الدولي ونحن وقعنا جميع الوثائق ذات الصلة اعتبارا من اليوم اعلن في اوكرانيا ادخال تعديلات على اجراءة الدخول الى الاراضي الاوكرانية لمواطني اربع دول وذلك للحد من انتشار متحور دلتا تشمل التعديلات الزام جميع القادمين من روسيا والهند وبريطانيا والبرتغال باجراء اختبار سريعا على الحدود مع ضرورة الالتزام بالعزل الذاتي في حال تأكيد اصابتهم وكان مجلس الوزراء الاوكراني قد اجرى في وقت سابق تعديلات على اجراءات دخول الاجانب الى البلاد وذلك اعتمادا على الوضع الوبائي فيها حيث تتم مراجعة قائمة البلدان الذات الانتشار الاوسع لسلالات دلتا اعلن ممثل دائرة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الاوكرانية وديم سكيبيتسكي خلال مقابلة مع يو اي تي في ان روسيا اطلقت كافة السفن التابعة لأسطولها في البحر الاسود من اجل مراقبة التدريبات الدولية سيبريز الفين وواحد وعشر واضف ان الكريملين بهذه الخطوة يحاول اظهار مدى استعداده لاستخدام القوة هذا يشير الى استعدادهم لاستخدام القوة وهذا ما يدعون للحديث عن امكانات الروس الفعلية امام الناتو اطلقت روسيا جميع سفن اسطولها البحري من اجل مراقبة هذه التدريبات ومحاولة اثبات الوجود وهناك حقائق غير معهودة حيث يتعمد الاتحاد الروسي استخدام كل ما يتحرك لديه وهذا مؤشر على ان روسيا تفتقر بوضوح الى القوات والموارد في البحر الاسود كشف مكتب التحقيقات الحكومي عن مخطط فساد يطال موظفين كبار في وزارة الدفاع الاوكرانية وادارة مصنع كوزنيتسان ريبالسكي وفي تغرير له كشف المكتب عن ابرام عقود لتوريد ثلاثة زوارق عسكرية لا تحقق المعايير البحرية اللازمة للقوات الاوكرانية ودفعة سيارات اسعاف لا تلبي متطلبات الجيش ولا ترتقي الى مواصفات الجودة المطلوبة وقال التحقيق ان الاجراءات الجنائية اثبتت خسارة خزينة الدولة لأربعمائة وخمسة وسبعين مليون هريمنا واليوم جرى تسليم اربعة مشاركين مشتبه بهم بتوقيع العقود الفاسدة دعا رئيس مجلس ادارة كوزنيتسان ريبالسكي نائب وزير الدفاع الاوكراني لابرام عقد حكومي مع مؤسسته كان مسؤول الوزارة على علم تام بغياب مخططات التصميم لصناعة الزوارق في هذه المؤسسة على الرغم من ذلك فقد تجاوز سلطته واصدر تعليماته الى رؤساء احدى ادارات وزارة الدفاع الاوكراني التابع له لابرام عقد حكومي مع هذه المؤسسة لتنفيذ المشروع المحدد علقت هنغاري مؤقتاً عمل نقطتي تفتيش على الحدود مع اوكرانيا اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري دون ذكر الاسباب وابلغت ادارة الشرطة الهنغارية دائرة حرس الحدود الاوكرانية بشأن القيود المؤقتة المفروضة وسيتوقف الجانب الهنغاري عن السماحة للاشخاص والمركبات بدخول اراضيه عبر نقطتي التفتيش برباش كوسينا ولونيا زفانكوفا قال وزير الصحة الاوكراني فيكتور ليشكو ان اوكرانيا ستتلقى قرابة تسعة ملايين جرعة من اللقاحات حتى نهاية الصيف ومن المنتظر ان تصل معظمها الشهر الجاري واضحان الوزارة ستستلم مليوني جرعة من لقاح مدرنا ومليون جرعة اخرى من شركة فايزر ضمن برنامج كوفاكس الدولي اضافة الى ذلك رجحت مصادر في وزارة الصحة استلام اكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح كارونافاك خلال يوليو الجاري تنطلق اليوم مباريات الدور الربع النهائي لبطولة يورو 2020 حيث يلتقي منتخب سويسرا نظيره الاسباني ويلعب المنتخب البلجيكي ضد منتخب ايطاليا فيما يشهد يوم غد لقاء يجمع الدانمارك وجمهورية تشيك وتليه مباراة المنتخب الاوكراني ضد منتخب انجلترا والتي ستقام في روما كان مدير الفني للمنتخب الاسباني لويس انريكي اشهد باداء اللعبين الاوكرانيين في البطولة كما تمنى اسطورة كرة القدم بلي التوفيق للمنتخب الاوكراني لعب المنتخب الوطني اكدوا استعدادهم بشكل جيد للقاء الغد لدي انطباع جيد عن منتخب اوكرانيا ومديره الفني وهو من بين المنتخبات الثمانية المرشحة بحق للفوز بالبطولة انجلترا فريق جيد جدا يلعب كرة قدم سريعة وسيجبرنا على مجاراته لكنني اعتقد اننا اثبتنا فعاليتنا بعد مواجهاتنا ضد فرق مثل فرنسا والمانيا واسبانيا ولدينا خبرة في مثل هذه المباريات ولذلك نحن لسنا قلقين علينا فقط ان نلعب وان نلتزم بتنفيذ الخطة الموضوعة اعلنت ادارة هيئة السكك الحديد الاوكراني اوكرزالزنيتسا عزمها بث مباراة المنتخب الاوكراني ومنتخب انجلترا يوم غد ضمن الدور الربع النهائي لبطولة يورو 2020 على شاشات كبيرة في محطة القطرات الرئيسة في العصمة كييف ومحطة يوجني كما افادت الادارة انها خصصت منطقة للمشاجعين في الموقعين بانتظار لقاء الغد الذي سيقام في الساعة العاشرة مساء بتوقيت كييف بمشاركة اكثر من 150 معالجا متخصصا اقيمت في خاركب البطولة الوطنية للتدليك اعضاء لجنة التحكيم قيموا عمل المشاركين وعلى اساسه سلموا الكؤوس ومنحوا الجوائز ما هو افضل انواع التدليك واكثرها فائدة اسئلة اسئلة نجد الاجابة عنها في التقرير التالي الى جانب مهارته بالتدليك يستخدم المشارك يفغيني تقنية العلاج بالنقر على جرس الموسيقى التيبتية في علاجه الطبيعي والصوتي التدليك كما اراه هو قدرة تأثير الفيزائية على جسد شخص لمساعدته بطريقة ما وانا مهتم جدا بهذه الطريقة في العلاج تقول يوليا انها شعرت بعد ثلاثين دقيقة من التدليك باسترخاء شديد احسست بالراحة والمتعة والاسترخاء يهز هذا النبط من العلاج الجسد بالكامل وهذا شعور رائع لا يوصف تعرف ماريا أربعين تقنية للتدليك وتقول ان الاقبال على بعض الانواع من العلاج يتزايد مع الوقت وتؤكد ان تقنية التدليك الملكي تريح العضلات وتخفف من التعب والتوتر وتحفز النشاط العقلي يذهب التدليك باستخدام اللهب في أثره عميقا في الجسد وهو يشمي من بعض الحالات المرضية وبعده يشعر المرء بحالة من الاسترخاء والانتعاش نستخدم نارا حقيقي على سطح الجسم والإحساس بها يكون قويا ومعالجا بحق هناك أنواع عديدة للمساج سواء للعلاج أو الرياضة أو للاسترخاء ولكل منها خصائصه وفوائده التدليك يبث الحياة في الجسم ويمنح أعضاءه الحيوية والرشاقة ويحافظ على الصحة التدليك حقا رائع ومنعش مهارة نخبة مدلكي البلاد جرى تقييمها من قبل أعضاء لجنة تحكيم مكونة من خيرة الخبراء الأجانب والمحليين ماريل الحامولي جاء من سويسرا ويقول أن أوكرانيا تسخر بالعديد من المدلكين البارعين مستوى المشاركين مرتفع حقا فهم يؤدون عملهم بشكل جيد جدا وبالأخص في المستوى الكلاسيكي الأول أي تدليك الاسترخاء لقد كانوا مميزين وناجحين فعلا وبوصفها أكبر مسابقة للتدليك في البلاد تم إدخال هذه البطولة في السجل الوطني للأرقام القياسية في أوكرانيا وفي ختامها جرى تكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات والشهادات نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة وديمي شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة